اهلا بكم مشاهدين مرة تانية في هذا الصباح بالوقت هنتكلم معكم عن كل ما يخص رياضة كرة القدم واللي حصل الاسبوع اللي فات دا من مباريات كبيرة سواء على الصعيد العالمي في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكبان على الصعيد المحلي في مباريات الدوري المصري لكرة القدم مرحب بضفنا دكتور عثمان إبراهيم الناقدر الرياضي سبعة الخير على حضرتك سبعة الخير نوها وسبعة الخير محمود وكل مشاهدين إكستر نيوز وإن شاء الله تبقى الفقرة مميزة إن شاء الله النهاردة واسبوع دا سم كروية على الصعيد الأندية سواء المحلية وكمان طبعا الأوروبية طيب خليني أبدأ مع حضرتك بدوري أبطال أوروبا واللي كان فيه إمبارح المباراة بين ليفر بول وفيريال يعني لو تكلمنا عن المباراة دي اللي حصلت إمبارح وكمان منشستر سيتي هو كان لعب ريال مدريد قبلها بيوم وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة تقريبا يعني لو أنا صح لو كنتكلمنا عن المباراتين دون طبعا هو وصلنا خلاص مرحلة الجد نصف نهائي دورة الأوروبا مبارات الزهاب بالصدفة القرعة حاكمت إنها يكون في إنجلترا إتنين إنجليز وإتنين إسبان لفيربول والسيتي طبعا هما اللي بيتصاروا على لقب الدور الإنجليزي الصراع مستمر بقالوا يمكن دي خمس سنة على التوالي تحديدا النحية التانية فيه ريال يعني يعتبر من فرق الوسط شوية في الدور الأسباني لكن للمدريد خلاص قبق أو سنة وأدنى من تحقيق طبعا نقب الدور الأسباني فمنافسة واضحة بين الدور الأسباني ودور الإنجليزي بشكل واضح متشاطة الزهاب في إنجلترا انتهت هنروح بقى لمتشاطة العودة إن شاء الله في إسبانيا الإسبوعية إن شاء الله تبقى صهرات طبعا في العيدة تبقى بعد صهرات رمضانية هتبقى صهرات بقى في العيد إن شاء الله يمكن لفيربول عمل نتيجة هي الأفضل في دور خروج المغلوب اتنين سفر اتنين سفر نتيجة مميزة جدا 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 في ظل طبعا القواعد الجديدة اللي بيطبقها دورة بطالة أوروبا بعدم احتساب هدف خارج الملعب بهدفين حالة التعادل فكده فيا ريال خسر اتنين سفر محتاج يفوز بفرق أكبر من هدفين عشان يقصي ليفربول من التأهل النائي فانا هقدر نقول بنسبة كبيرة أو طبعا ما فيش كبير في الكورة ولكن بنسبة كبيرة ليفربول وصل الصعوبة يعني إنه ثلاثة دي يعني من فيا ريال على ليفربول واحنا لو حد بياخد باله ومنكز شوية مع يوم كيلوب تحديدا المدير الفن الليفربول بيركز أو في ماتشات الزهب يخلصها بنتيجة مطمئنة وييجي في ماتش العودة ممكن جدا وارد جدا تليبي رايح اللعبين ونزل لعيبة بودلة أو مشركش كل الأساسيين أنا عايز بقى عشان هي دي رد على حتة يورجين كلوب وطريقة التغييرات واللعب وازاي بيلعب في الزهب رأيك إيه في الناس ملاحظة أنه بقى له كذا مباراة مهمة بيلعب بمانيه في النص ويخلي صلاح ودياز وبعدين فعلا بيروح ساحب يعني إما بينزل أوريجي وجوتا رأيك إيه فكرة كمان حتى الروتيشن بقى سابق أعتقد أن الليويس دياز هو السبب قد أريحية كبيرة جدا جدا لليورجين كلوب أنه هو يستخدم مانيه في مكان تاني الليويس دياز بيلعب في نفس مركز مانيكا ناحي شمال ودولت أثبت أنه هو صفقة رباحة جدا جدا لليفربول وأعتقد بيعمل قلق لأي يوم فريق بيقابله ليفربول وأي يدفع بيقابله فريق بيعرف يهدف بيعرف يصنع أهداف وبالتالي دخل سريعا في المنظومة الخاصة بيورجين كلوب هو لعب يعني إذا بيقول إيديال أو مثالي للخطة بتاعة يورجين كلوب اللي بلعب بيها فهو لعب جناح الشمال المثالي بنسباله ويداله فرصة أن ياخد ساد يومانية من الجناح الشمال يستغلوا في المهاجب مانيك كمان بقى يكافئ مدربوا بيسجل هدف تماما كل ماتشا وماتشين ليه بيسجل وبيهدف وأسست محمد صلاح محمد صلاح بقوة المستوى في الفترة الأخيرة تقلق ماشاء الله غير طبيعي يمكن من بدأ يرجع تاني أو استعيد كرة مرة تانية سواء في التسجيل أو الصناعة لست كنت أسألك يعني عودة محمد صلاح بقوة المستوى في الفترة اللي فاتت دي وكمان التمريرات الحسامة اللي كان بيقوم بيها في المنشاط اللي فاتت رأيك الماتش الجاي هيكون فيه تطور برضو تاني ليه يعني قبل ما نخش على الماتش الجاي يمكن محمد صلاح زي ما قلنا تعرض لانتقادات عنيفة جدا جدا طبعا هو يعني كان ظروف برضو النفسية صعبة الجميل ان في قبل ماتش منش السرنانات تحديدا كان فيه بالصدفة كده تلت أربع حوارات في أماكن مختلفة ليورجن كلوب ولعيب الليفربول كلهم بتسألوا سؤال واحد هو محمد صلاح ماله محمد صلاح ما بقاش لا يسجل ولا بيصنع وكان حوالي ستة ماتشات سجل فيهم هدف واحد من راكل الجزاء دام برايتون وقعد حوالي شهر واسبوع ما بيسجلش أي هدف وكان آخر هدف كمان من راكل الجزاء فكان كلهم عندهم رد واحد محمد صلاح هيعود في الوقت المناسب محمد صلاح لعب كبير محمد صلاح هيخرج من المحلوة فيها هو عاش فترة نفسية سيئة وده كان أمر طبيعي لكن عنده حلم كبير انه يكون منتخب مصر وهو قائده سواء أفريقيا وحتى كسل عالم الاثنين واربع لكن الحلمين واربع لما انهاره أوضاعه منه فأكيد اتأثر بشكل سلبي لكن يحسب لمحمد صلاح انه رجع مرة تانية عشان برضو ناس تتكلم وبتنتقد صلاح يا جماعة نبص لغة الأرقام في الدول الإنجليزي محمد صلاح هو الأفضل بلا جدال وبلا نزاع أكتر لعب سجل أهداف 22 أكتر لعب صنع 13 يعني 35 هدف ساهم فيه محمد صلاح تقريبا نص جوال لفربول السنة دي فإذا هو اللعب رقم واحد في لفربول ضعف الأهداف محمد صلاح مساجل 22 بين كل لعيبة الدول الإنجليزي ده هو كمان كان بيتحسب له أنه التسجيل في خلال 90 دقيقة النسبة كام معدل هو رقمه هو الأفضل معدل في التهديف مش عارف الشوت الأول هو محمد صلاح ما شاء الله لا أرقامه مختلفة تماما وهو الأفضل فعلا بنعمل لفربول أعتقد الموتش الجاي هنشوف بقى هو في موتش يوم السبت مهم جدا جدا قدامه يكاس الليونات الإنجليزي مباراة مهمة في الصراع طبعا علاقة بريمير ليج لفربول بتأخر بفرق مقطة واحدة عن منشستر سيتي خلاص فاضل خمس جولات تقريبا فلسه الصراع محتدم ربما نلاقي صلاح أساسي يوم السبت في موتش بريمير ليج ربما ما يكونش أساسي في موتش العودة أمام فيا ريال لأنه زي ما تقولكم من شوية كلوب بيحاول ينهي الموتشات من الزهاب بدري بدري في موتش العودة يا رايح العيبة وده حصل على فكرة في دور الثمانية لما كسب خارج أرضه بين فيكا 3-0 رجع في موتش العودة رايح العيبة كتير وانتهي الثلاثة الثلاثة ودي كانت مشكلة كلوب لو نفتكر في الدوريات اللي كان هو زي ما بيقوله في مصطلح الكرة كان راكب الجدول وكان في آخر عشر مقشات بيانهار وإصابات روتاشن فعلا بيفرق معاه أنك نتام روتاشن بترايح العيبة وبالتالي بتقلل من معدل حدوثه لإصابات طبعا إصابات كلات بقى قدرية لكن هو بيلعب على حتة الإصابات العضلية بقاش فيه جهاد وبالتالي مش هحصل أي إصابة عضلية لأي لعب وحفظ على الفريق بتاعه زي ما شفنا واتكلمنا على الموتش فيه ريال اللي كان من ساعات محمد صلاح يعتبر جوني الأولاني لو حد راكز يعتبره ده هو لصنعه لنجوردان هندرسون اللي رفع العرضية وجات في مدافع وغيرت إجاها كانت محمد صلاح الجولة التانية بتاع الثاني ومانيه صراحة يعني اللي يركز فيه الكرة تحس أنها سهلة لكنها صعبة جدا لما يكون واحد وسط أربع خمس لعبين ويفكر بسرعة يحط الكرة من رجل المدافع اللي قدامه بالرجله عشي تروح لمانيه من لمسة واحدة يسجيل هدف يعني تمريلها دقيقة في مساحة ديئة تبعثها لعب زميلك يروح لجون أدخل معاك في المنشات اللي فاتت عامة بشكل عام باستثناء محمد صلاح مين اللعيبة اللي كان ليهم دور أو كان ليهم فجأوا المشجعين بتوحهم في سواء منشستر سيتي أو في ريال مدريد أو في باريال يعني كل المنشات اللي تلعبت مين اللعيبة اللي كان ليها أثر أو كان ليها دور مختلف عن المنشات اللي قبل كده لا أعتقد النجوم في كل فرقة هم نجوم سبتين يعني يمكن لو رحنا مثلا منشستر سيتي أكيد كيفين ديبرونين أول لعبة هيجب في زهن أي واحد واحد من أفضل لعاب العالم في الوقت الحالي ده بشكل مؤكد سواء في صناعة الأهداف أو تسجيل الأهداف مسجل هدف في أول دقيقتين في مواتش ريال مدريد ناحة تانية طبعا مين يقدر يعني ما يشوفش دور كريم بنزيمة أو زي ما بقوله عليه أبو إبراهيم يعني عامل موسم ولا أروع مرشح بارس جدا جدا لنال الكرة الدهبية في العام الحالي ولاعب قوي جدا جدا هداف دولة الأسباني فعلا هو شهد ريال مدريد على كتفه بعد رحيل رونالدو بزغ نجمه بشكل كبير وظهر تأثيره الإجابي اللي كان مختفي في وجود رونالدو لكن بعد رحيل كريستان رونالدو أعتقد الكل شاف كريم بنزيمة في سن 35 سنة بيسجل أهداف غير طبيعية وعيب أهداف الشام يونزلي خلاص لا أهدافه مؤثرة جدا جدا أهداف الجميلة جدا جدا أهداف صعبة جدا جدا وبرجع فرقيته في أوقات يعني قاتلة يعني ماتش تشيلس كان خلاص الفريق قبق وصنا أوقاتنا أنه يخرج يرجعه كريم بنزيمة ماتش اللي قابله ماتش اللي قابله كمان على مستوى المحلي نفس الكلام مرضو ليه دوره بيارس جدا جدا لو رحنا لفربول بخلاف محمد صلاح أكيد ممكن فيرجل فاندايك قاد الدفاع أكيد ليه سمات شخصية كبيرة جدا جدا مش بس فكرة أنه هو بيسجل ولا لأ ولكن لعب مدافع وقاد للفريق بيعرف إزاي يحرك زميله في الملعب ويقودهم عشان يقدوا بشكل مميز جدا لكن برضو في ملحوظة ممكن نقولها أخيرة ممكن تبقى بشرة خير شوية أو تنصدر تفاؤل للي بيشجعه وقال عن دي الإنجليزية تحديدا أن السيتي وليفربول إن في دور التمانية كل اللي كسبه في ماتش الزهاب هم رتأهله لقبل النهائي يعني فيها ريال كسب بارمينة 1-0 ووصل في سيمي فاينال الريال مادريد كسب تشيلسي في إنجلترا 3-1 وكده خصف في أرضه لكن هو رتأهل لقبل النهائي ليفربول كسب بينفيكا في بيرتغال وتعادل في أرضه ووصل لقبل النهائي السيتي فاز 1-0 على 3-2 مادريد وتعادل بعد كده ووصل للنهائي المرة دي السيتي كسب 4-3 ليفربول كسب 2-0 هالمعنى كده هنشوف ليفربول والسيتي ويبقى الصراع المستمر بين الاتنين السنة دي الصراع شارس جدا 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 ماتشين الدوري انتهوا 2-2 ذهابا وقيابا قبل نهائي كاسل الاتحاد ليفربول فاز 3-2 بصعوبة مباركة قوية جدا جدا فهو ده إحنا الصراع السنة دي العنوان مش في انجلترا بس قد ينتقل إلى أوروبا الصراع بين اللي بربول والسيتي هم الاتنين حاليا الأقوى في الدول الإنجليزي ولو وصلوا للنهائي أعتقد بيثبتوا أن هم أقوى فرقين في قارة أوروبا كلها تعتقد أن مدرب ليفربول طالما هو الماتش الجاي مطم أنت أعتقد أنها يريح مين من اللاعبين أعتقد بالنسبة كبيرة لو عد ماتشين يكسل على خير وفاز بي ويحافظ على فرق النقطة مع السيتي أو يتحصل مفاجأة بقى من ليتزي يوناتد ويعطى للسيتي ويركب جدول الدولة الماتشات صعبة كلها على فكرة ممكن فعلا يريح بعض اللاعبين لأنه عنده بعد كده مع معاق قوية جدا جدا للأسبوع اللي بعده عنده ماتشين تقال قوي مع توتنهام وقاستون فيلا في خلال ثلاثة يام السابت والثلاث فأكيد هكون محتاج يريح بعض اللاعبين في ماتش فيا ريال عشان خطر الروتيشن نتكلمنا عليهم شوية وبالتالي يحافظ على التوازن في المنافسة على الدوري وأنه حق الحلم الكبير بيوصول لنهاء دورة ربطالة أوروبا والمناسبة لفربول اللي أقول مرة في تاريخه بيوصل قبل نهاء دورة ربطالة أوروبا وكاسر لحدين إنجليزي وكاسر ربطة في موسي المواحد ما حصلتش في تاريخه ما حصلتش في تاريخه وأصلا يوصل سيمي فاينل تخيل لو يوصل كمان الفاينل يعني يرقم قليل ساية تاريخية لهذا الجيل بقلالة نجمية طبعا محمد صلاح اللي فارق بشكل كبير عشان الناس اللي دايما بتقلل أو بتحاول تقلل من صلاح لها جماعة صلاح عمل تاريخ كبير وإن شاء الله ربنا سهل لو كمل عن الفربول هخلاص هيبقى واحد فعلا من أساطير هذا النادي وقت يبقى حاجة حيل ما يكوناش نحلم بيه أنا نتخيله إن لعب مصر يكون يبقى أسطورة لفريق كبير أو فريق عالمي زي الفربول طيب قبل ما نروح بقى بسرعة عشان الوقت ما ياخدناش من ماتشات الأهلي الماتش الإمبارح والنهاردة ماتش الزمالك توقعاتك النتائج إحنا عارفين وإن كانت الأصعب ماتش الستي والريال مدريد في العودة أو متوقع إيه نظريا نيفربول زي ما قلنا هو الأقرب نوصل للمعارية الستيتي والريال مدريد أعتقد ستبقى موقع كروية ممتعة جدا جدا في العيد ستبقى أوم الأربعة إن شاء الله ثالث أيام العيد فإن شاء الله تبقى ماتش حلو جدا وظهرة تبقى لطيفة صعب جدا تتوقع إيه اللي يحصل لكن الفكرة إن الريال عايز يكزي بفرق أكتر من هدف فلو لعب بشكل مفتوح هل هيمنع إن هو يستابل أهداف من الستي لو فريم عارف نوة شارسه جميعا هل الجوارديولا تنازل عن طريقته إن هو بيحاول يسيطر على الملعب ودايما برا جوا بفرقش معاه أنا عايز أسيطر على الكورة وبيلعب لقى المفتوح من الفريتين سجل بدري أعتقد ممكن نشوف سكور تاني وممكن متأهداف كبيرة تاني ممكن لو دخل جوم بدري ممكن نوصل نشوف خمس أهداف لكن نتيجة كم حدش عارف ممكن تدقى اتنين ممكن تبقى اربعة واحد إن الفريتين هلعبوا لعب مفتوح فوارد جدا ماتش اللي فات دخل سبع أهداف وضع حوالي سبع تمن أهداف تانين فأعتقد المقرأة تبقى جميلة جدا خصوصا لدخل جوم بدري لكن لو تأخر الهدف المبكر ده ممكن بفيه تحفظ وكل أحد يخاف من التاني وماتش قفل زي ماتش قتلتكم مادلد والستي كده طيب نروح بقى على الدوري المحلي سريعا عشان الوقت مبارح الناس بتلوم تعصرات الأهلي في الدوري بيرامدز بيخسر مفاجآت موجودة في الدوري المحلي تعليقك إيه طبعا على مباراة الأهلي وخسار البيرامدز طيب واضح جدا إن كمان قادر الأهلي إن في حالة من الإرهاق الشريد على اللاعبين طبعا وكمان ولا فكرة الإرهاق مش بس بدني الإرهاق كمان ذهني ونفسي لإن اللعيبة عندها ضغط كبير في فكرة إن هو بينافس على دارة بطالة أفريقيا وبيحلموا يعملوا إنجاز تاريخي ما حصلش في تاريخ أفريقيا كلها يفوز بدارة بطالة أفريقيا ثلاث مرات على التوالي النتائج كمان بتطمع اللعيبة إن هما يكملوا وياخدوا البطولة كنت إنت شاهل هم التراجي التونسي بعد الرجال المغربي هياخدوا البطولة من غير أهل التراجي خرق وفيق استف وفيق استف على الفكرة الجزائري طبعا يحترم لأنه طلع التراجي في رئيك كبير جدا جدا ولكن من مشاهدات الاموتشين وفيق استف عنده مشاكل دفعية كبيرة إيه بس زي ما عايب بدول التراجي وصون داونز الناس جاءت هي مستنية تمام تالي حصل آه حقيقي فده برضو خلي بقاك بيطمع لعيبة خروج الاتنين وبيحطهم دعا تضغط إن أنا قرب تأوني بطولة فتركيزه بتشتت أو بيركز أكتر في دورة أبطال أفريقيا وبيبعد شعال الدوري لكن اللعيبة برضو مفيش سبات في التشكيل وده أمر واضح جدا جدا والمسلماني كل شوية بيغير اللي أنا بقى مستغرب له هو بيتس ومسلماني دا حديدة الناس كتيرا بتبدأ تهاجمه عزين نشوف هل الهجوم دا سببه إيه لمسلماني هل تراجع النتائج ولا الناس يقول لك تراجع الأداء هو راجل في دورة أبطال أفريقيا شخصية وبيجي في دورة شخصية تانية ولكن أنا بحاول أربطها بحاجة مش عارف هل هو خبص قروي شديد من المسلماني ولا هو مش عارف يتعامل مع دور المصري لإن إحنا لو قلنا كده بداية المسلم الحالي لا الأهلي بدأ بشكل غير طبيعي في الدوري المسلماني كان مركز مع كل المتشاط الأهلي كان بيكسب بسكور أربعة وخمسة وتلاتة هاتم نفس الأهلي الرئاسيين زي مالك وبرامز واسموحة تحديدا تلات أهداف أربع أهداف خمس أهداف يعني سجل في التلاتة حوالي 12 هدف أقوى تلات فرق وراف الترتيب وبالتالي هو دخل بتركيز عالي جدا جدا بيكسب نتشاط بسكور وبيضيق فرص كتيرة ممكن هو يعني كنده نتيجة تركيزه أكتر على أفريقيا نفس الكلام ربما يكون ده سبب ربما يكون ده سبب بس احنا كنا متعودين من المسلماني ان هو دايما بيدي تصريحات كده زي بيقوله بينين بها منافس هو بطل ما ده ده دلوقتي هالمسلماني انتقد من المحاطة التصريحات اللي بيخدر بها منافس بتاعه ان هو يلعب في التشكيل بشكل متعمد وبالتالي الأهلي يظهر بشكل وحش محليا ودي جي تلاقيه في أفريقيا شكل مختلف وده حسنا بشكل كبير في ماتش المصري اللي أهلي خسروا اللي أهلي كان بلعب بطريقة غريبة جدا جدا طلع كل سنة اللعب وبالعب كرات طويلة جي في ماتش الرجاء ما عملتش كده خالص لعب شكل مختلف تماما والأهلي سجل هدفين واضح حوالي حداشر هدف لنفس المباراة بس في ماتش العودة يعني معرفش أنا مش عايز أعد يعني من الناس عشان ما تقعدش تقول محمود المزعين بيفتوا يعني عشان واحد لعب كورة شوية برضو عمل يعني الناس كانت مستنية عبدالقادر في الماتش العودة أخره ونزل طهر في التشكيل الأساسي أقول لك حاجة الماتش العودة كان حساباته اختلفت سببها الهدف المبكر سجل الرجاء أعتقد لو الرجاء كان هدف اتأخر كنت أتشوف شكل مغير وهو حط جنبه بطاقات قوية جدا جدا ولما نزله الأهلي على فكرة في هذا اللقاء كان ممكن يكسد بسهولة يعني الناس بس ناس يعني الأهلي ضيع راكل الجزاء في ماتش الزهاب وضيع راكل الجزاء في ماتش الزهاب مصدود صح فدي من الناس اللي احنا مش الناس مش بتعترض عليهم الناس دي جابت ضرب الجزاء وضعت والناس دي هاي اللي جابت التعادل قبل منزل البدولقة كمان وبيرسته وضيع وأحمد عبدالقادر ضيع ومحمد شريف ضيع وكممكن الأهلي يفوز بسكور كمان في قلب المغرب رغم الناس شافت أن فيه تحفز دفاعه الكلام ده كله أعتقد أن الأهلي قدام سيراميكا يوم السابت عنده ماتش صعبة برضو وسيراميكا طبعا منتش بالفوزة على بيراميز الأهلي عايز يخش على سيراميكا هل برضو هلعب نفس الطريقة وهلعب جدية قبل إسبوع بعض اللاعبين في الأهلي أداءهم تراجع زي أفشا ومحمد شريف ده شايف إيه السبب فيه برضو هتركزهم على أفريقيا ولا ممكن يكون فيه أسباب تانية لا أكيد ممكن يكون فيه أسباب كتيرة إن محمد شريف وقفشا تحديدا كان فيهم مشاكل كتيرة مع كارلوس كيروش مدير فن المنتخب مصر وموضوع استبعاده من المنتخب ويرجع من المنتخب واللي بيروح ما بيلعفش المنتخب أعتقد فيه تأثير نفسي سلبي من ساعة من الوقت ده وفيه هزة ثقة عند الاتنين محتاجين يسعيل وكلام الجماهير عليهم كتير في الحد ولكن أعتقد إن أفشا تحديدا برضو يعني ماتش مبارح كان فيه لقطات كتيرة الأفشا كويسة جدا جدا بيوصل زميله للمرمى بيعمل اللي بيسمىها فكرة القدم الكيباس أو التمرير المفتاحية طبعا دي لو تحولت لهدف بيتغير اسمها الأسست أو لو هو صنع هدف لكن لما اللعب يعمل خمسة أو ستة كيباس وماتش واحد ده رقم كبير جدا جدا لكن هم الزمب والنزاميله ما نجحوش أو ما نجحوش موفقين هم ما يحاولوا الأهداف لكن أعتقد المنافسة في الدولة شكلها كده هتبقى صعبة والزمالك بي عنده فرصة يعمل سيناريو السنة اللي فاتت بالضغط على الأهلي فرصة لأهلي يكمل في أفريقيا الزمالك وضع أفريقيا يحاول يفوز في الماتشاط والأهلي يمرجع لمواجرات نفسه مضغوط في الماتشاط وراء بعض ويلاقي الزمالك فارق بالعدد من النقاط ربما يكون تكرار للسيناريو السنة اللي فاتت بس هل السؤال اللي دايما الناس بتسأل احنا لسه بدري نحدد ده أه طبعا لسه بدري أول وتاني وتالت ومين لسه بدري في الماتش أهلي وزمالك واتحدد معاده خلاص إن شاء الله بعد التوقف الدول اللي جاي طبعا هيكون معا كابتا نهاب جلال بقى أول ماتشين في تساطة الأمة الأفريقية بعدها على طول التوقف هيخلص أهلي وزمالك 19 يونيو أعتقد المباراة دي هيكون لها معاني كبيرة جدا جدا في تحديد شكل ومصير الدور السنة دي اللي واضح كالعادة أنها يكون منفسة أهلي وزمالك برامة زيبعة شويتين ثلاثة طبعا بعد التعادل الأهلي نوى الفرق دوية ثلاثة نقاط يبقى تمانية يبقى ست نقاط أسف لو كسب يقف ست نقاط هو عارف إن الأهلي لسهلوا ثلاث ماتشات أقل فبالتالي الأهلي لو فاز هذا هو متقدم في فرق ثلاث ولكن تفضل تحط ضغط على المنافس المباشر بتاعك المصري طبعا جريح بعد الخروج من كنفطرية الأفريقية من نهضة بركان المغربي وبالتالي عاوز برضو يعمل ردة فعل عاوز يحقق نتيجة جابية لو ما فازش عاوز يتعادل عشان يخش في أجواء الدوري المصري على الفكرة لو كسب مؤجلاته هيخش مربع الدهبي وده هدف أكيد عند النادر مصري في المربع الدهبي عشان السنة الجاية أرجع وشارك تاني في الكنفطرية الأفريقية لأن أعتقد زي بقولنا من شوية الأول والتاني خلاص محجوزين أهلي وزمالك المنافسة هتكون صعبة قوية جدا جدا على المركز الثالث والرابع ودخل المربع الدهبي في الموسم الحال إن شاء الله طيب لو كلمنا برضو عن الزمالك ومفاتيح اللعبة ويمكن مثلا عودة الاعتماد على عمر السعيد اللي كان مختفي في الفترة قبلها مع كارتيرون يعني فكرة بس ثبات تشكيل مش زي الأهل شوية ببقى معروف إيه مين اللي يلعب خلاص المفاتيح اللعبة الموجودة هل ده بيدي أرياحية مع كمان الإرهاق بدأ يقل سواء زهني أو بدني طبعا عشان داخت المتشاط قال لعبت الزمالك طبعا هم دوات مضغوطين بس أنهم عايزين يفوزوا في الدورة عشان يعودوا جماهيرهم عن الخروج من دورة بطالة أفريقية لكن ضغط المتشاط أكيد قلب كتير عن نهاية الزمالك فكرة كمان عودة النسخة بتاعة كاس مصر السنة اللي فاتت واستكمالها والزمالك في الدور القابل النهائي وهو على نقاب قاو سنة وأدنى من الوصول للنهاي بسهولة لما يلعب بفريق أسوار أعتقد المتش مش هكون صعب على الزمالك فالزمالك طيبا شبه موجود في نهاية كاس مصر بعد الخروج من دورة بطالة أفريقيا سباية التشكيل مريح لعبة الزمالك بيديهم طبعا أفضلية جوة الملعب لو هنكلمة فاتح اللعب أكيد أفضل رزمفتاح اللعب هو أحمد سيد زيزو أعتقد بيقدم مستوى رائع في الموسم الحالي هو اللعب رقم واحد في نادي الزمالك يعني شاء ما شاء وأبا من أبا هو اللعب رقم واحد مش بس عشان الرقلات الجزاء المميز فيها لكنه بيلعب بشكل مميز الرقلات السابت عمتا بيرفعها بشكل حلو جدا جدا نوعا بيكون حمد سيد زيزو أفاي أعتقد زنايج بيكون في حتة تانية كمان عودة طارق حامد نص ملعب أعتقد مشكلة فارق كبير لنادي الزمالك الفترة جاية التحدي هيكون فيها موضوع تجديد العقود مين اللعبة دي هيجدد ومين اللعبة دي هيمشي أعتقد لو عدد كبير منهم مكمل والكلام بتعزيزو كان مخوف الناس كتير هيفر كتير مع الزمالك ولكن طبعا دي زيزو هو اللي فيه بعض العمود الغريبة شوية يعني فيها بعض التحفظ ومكتوب فيها حتى بالقيمة الجيني المصري ولا يسا بالدولار ولا باليورو وبالتالي ده بيفتح باب أنه هو بعد تقلقه ما شاء الله اللافت للنظر دلوقتي هيفتح باب أو عين الأندية عليه خصوصا الأندية مثلا في الخالجية وتحديدا الدوري السعودي يهو في الوقت الحالي من أقوى الدوريات العربية وكل فرق فيه سبع محترفين ففيه عنده أوفشن أو اختيار أو خيار إن هو ياخد لعيبة وميزة وكيد من دونها يكون زي ما شايفين محمد أبو الجبل حارس المرمى وكمان أحمد سيد زيزو وأي لعبة دوري مصر يكون متقلق أعتقد يبقى علي العين زي ما شايفين دولة مصطفى فتحي بيتقلق مع التعاون السعودي من أول ما راح وهو أثبت نفسه وبيؤدي بشكل كويس جدا جدا أعتقد دي فرصة للعيبة خصوصا فيه شرط جزائي مريح فعقده أو عقده انتهى هيسهل المهمة لأي نادي يرغب في دمه من أندار خارجي طيب لو برضو نيجي نتكلم بشكل عام على أداء اللاعبين وفكرة إن إحنا لأسف خرجنا من الكاس أمم أفريقيا خرجنا من كاس العالم هل ده برضو بيدي أريحية عشان هلك قلت خلاص التجمع بعد أول يونيو يعني هل ده هيددي أريحية شوية لكابتن إهاب جلال ومنتخب مصر إنه نبدأ بقى الإعداد الجيد الثقة الفرصة هاي بدنيا لبعض الفرق دهنيا وتحفيزيا ياخدوا أفريقيا وهم لذلك للأهلي شايف يعني سريعا إنه منتخب مصر عشان الناس المهمة تبقى صعبة جدا جدا نكابتن إهاب جلال المشكلة الأكبر إنه نكابتن إهاب جلال تفكيره والفاني أو تريطه التكتيكية تختلف تماما عن كالوس كيروش بيعتمد على الانتلاك الكورة والبيلد أب أو لو هو البناء اللي هاجمة من الدفاع لحط للجوم اللي هو بسموت البناء التدريجي في الملعب من أول حرس المرمى عايز حرس مرمى بلعب في لعب كورة ويدفاع اللعبة دي موجودة قريدي ما فيش مشكلة ولكن إنت اتساست من اللعبة على طريقتك طريقة مختلفة تماما عن كالوس كيروش هنشوف هل كابتن إهاب جلال ربما يضم بعض اللعبين والعناصر تتوافق مع طبيعة اللعبة بتاعته ولا لأ ده هيبقى تحدي صعب جدا جدا أعتقد مع البداية المورة تبقى صعبة وريد كابتن إهاب جلال الميزة اللي عنده إنه قدامه كل لعبة منتخب كل لعبة مصر المرد مش زال منشان دي بيانا مزا أو نادي واحد لأ أنت كل عندها قدامك أنت لتختار الأماشة اللي تمشي مع الطريقة بتاعتك اللي عايز تفصلها بشكل معين أعتقد لي تدي له أوبشن أريح كتير أفضل كتير عشان نشوف نسخة مميزة لمتخب مصر طبعا كل ناس مستنية موضوع مصر والسنغال المباراة تتعادل الله مش التعاد إحنا مش عايزين نحط أمل كبير ولكن كل الأمور مفتوحة أكيد بنتمنى يعني بجي مش هنقول إيه وعاز أوضح نقطة مهمة في الحتة دي أخيرا قبل ما نختم إن اللايحة فيها كل حاجة جماعة اللايحة كأستاذ جمال على الله مسعادة الكرة فجر مفاجأة كبيرة وإحنا ما طالبناش عادة المباراة إحنا طالبنا احتساب إن إحنا فوزنا باللقاء سبب الأخطاء اللي حصلت في السنغال اللي يتحملها تحادي السنغال وعلى فكرة الأمر ده موجود في اللايحة اللايحة فيها عقوبات مخفافة اللي هي غرامة وحلمان من الجمهور وفيها أعادة المباراة وفيها إلغاء نتيجة المباراة فكل الاحتمالات موجودة والمستندات بدون الفيفا ومعنى ربما التأخير في إعلان النتيجة يكون في صالح من المتقى مصر الله أعلم قالوا كتير قالوا اللي أربع اللي فات بس هقول لهم حوزة صغيرة البرازيل والأرجنتين كان ماتش في شهر 11 اللي فات أعلنوا من أيام صغير وليلة جدا يعادت المباراة مع إنها مباراة تحصل حاصل والفرقتين وصلوا ومش غيرها لأي حاجة ولكن أعادوا المباراة وقررواها في شهر تسعة فده برضو بيدينا أمل على الفكرة عشان ناس تقولك ما فيش وقت لا يا جماعة هنلسى فيه توقف في ستة وفيه في تمانية وفيه في تسعة وفيه في عشرة كاس علام في 11 فإحنا يعني مترقبين نتمنى ومش متعشمين مش متعشمين ولكن من نسع ورا حقنا معتقد ده أبسط حقوقنا إن إحنا نسع وراها ودول مهم من تحديد الكرة نسع وراها بصبت أنا أخيرا مش عايز أزايد في الموضوع لكن ما نقعدش يقول يعني مش هيحصل يعني يا جماعة بنتمنى يا رب إن إحنا نقدر نسعد ونبقى نتبسط ما ده حق وراها مطالب نطالب حقنا على الأقل ننتمنى حاجة واحدة إن الأحداث المؤسفة دي ما تتكررش مرة تانية في أي مبارات سواء لمتاخد مصر أو أي منتاخد تاني إن شاء الله نقدر رياضي عثمان إبراهيم طب دايماً بتشرفنا كل سنة وحيك طيب وطبعاً يعني كنا بنسعد دايماً بالكلام والتحليل معك شكراً جزيلاً لحظة شكراً لكم شكراً ودلوقتي المشاهدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هذا الصباح